موسيقى بالرباط وفي إطار الاحتفاء بيوم إفريقيا نظمت المؤسسة الدبلوماسية اجتماعا ضمن لقاءاتها الدورية استضافت خلاله الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لقاء لعرض التجربة المغربية وتقاسمها والتفكير في المسار الذي سلقته إفريقيا في هذا المشال محمد الواهي بواسعيد إجاسي سيرا على نهجها تساهم المؤسسة الدبلوماسية في إثراء النقاش حول الجهود التي يبدلها المغرب في مجالات وقطاعات عدة وضمنها محور إرساء الديمقراطية والحكام الجيدة والوقوف على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيق مصار التنمية محليا جهويا وإقليميا هو احتفاء بالأدوار الطلائعية التي تدطلع بها المملكة المغربية في مستوى تخليق الحياة العامة وتوفير سبل تشجيع الاستثمارات المحلية والدولية المؤسسة الدبلوماسية كمنصة للتواصل وتبادل الرؤى والأفكار تم خلالها تقديم مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والركائز التي تعتمدها في تخليق الحياة العامة وترسيق مبادئ الحكامة الجيدة وقيم المواطنة المسؤولة والوقاية من الفساد ومكافحاته المريب في هذا المجال هو عرف واحد تطور مؤسساتي مهم بإصدار القانون 46-19 الذي يعطي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يعطيها واحد دور جوهري اليوم لدينا فرصة لمناقشة ظاهرة الفساد ومسألة النزاهة في بلداننا هذه قضية أساسية للتنمية وتحسين مناخ الأعمال هي مناسبة لتبادل خبراتنا والاستفادة من التجربة المغربية حتى نمضي قدما لمكافحة الفساد تنظيم مثل هذه اللقاءات من طرف المؤسسة الدبلوماسية يندرج في إطار إقامة علاقات التعاون لبسط وتقييم ما قدمه المغرب على المستويين التشريع والمؤسسات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر